رفقت كاميرا أخر الأخبار فرق عمل مسلسل عائلة أبو حرب بتصوير مشاهده الأخيرة والتي اختار المنتج عصام حجاوي تصويرها بمدينة العقبة الأردنية هذا العمل يعتبر الأضخم انتاجيا على المستوى المحلي حيث وصلت تكلفة الانتاج إلى حوالي 2 مليون دينار أردني ولأول مرة يشارك بعمل محلي أردني حوالي 170 ممثل نجم بالوطن العربي انتهت أسرة المسلسل الأردني عائلة أبو حرب من تصوير آخر مشهد من مشاهدها هذا المسلسل الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية الأردنية ومن أشملها من حيث الفنانين المشاركين به والكلفة الانتاجية التي وصلت إلى 2 مليون دولار تقريبا ليتنافس بذلك مع سوق الدراما العربية للعام 2011 واحدرش أولا كمدرن واجتماعي ويطرح قضايا اجتماعية واقتصادية واقتقدنا إلها في الأردن في أعمالنا الدرامية لأنه أخذ علينا للأسف الشديد أن الأردن بلد المسلسلات البدوية فقط لكن في هذا العمل سنثبت من جديد أننا نقدرون على إبنان نقدم أعمال درامية واجتماعية ومدرن وعمال جميلة جدا في مناظرها ومشاهد الخلابي أيضا هناك فنانيننا اللي منعتز فيهم اللي بيستطاعون ومجسدوا أدوارهم بشكل كتير جميل معنا نجوم كبار وفنانين حلوين كتير وأعتقد أن هذا العمل حيكون قفزة نوعية نعود لتألقنا في الدراما البدوية دعونا نرجع للدراما المدرن يتحدث مسلسل عائلة أبو حرب عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية بقالب كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف كما يتناول قضايا البطالة والشباب بنوع من مواقف المفارقة وألوان الحياة في جوانبها المختلفة عمل إليه خصوصيته أنه بيحكي عن المشاكل للمجتمع الأردني اللي هو كمان أكيد المجتمع العربي ككل يعاني منه بس بخصوصية اللهجة الأردنية والبيئة الأردنية بيحكي عن الشباب الصغر بيحكي عن المتوسط أعمارهم بيحكي عن الكبار بالسن اللي هم خلينا نقول ختيارية بيحكي عن الترابط الأسري وأدي ممكن يكون مهم بخضم هذه الحياة العادية اللي هلأ بطل هذا العاجل يشار إلى أن هذا المسلسل ولأول مرة على المستوى المحلي الأردني يشارك فيه 170 فنانا من نجوم الساحة العربية كسلمة المصري وخالد تاجة وصب انبارك ومنذر ريحنة وغيرهم أما الحلقة الأخيرة فقد حملت طابعا مميزا بحضور الفنان الأردني إياد نصار الذي جاء من القاهرة خصيصا ليشارك كضيف شرف في المسلسل الأمر الذي أضاف للحلقة الأخيرة نكهة خاصة الشيء المميز في هذا الحدث الختامي بأنه مشاركة الفنان النجم الأردني الأستاذ رياد نصار الذي نشكره خاص جدا على مشاركته في هذا العمل ودعمه لهذا العمل وهذا ندل على انتماؤه للفن والفنان الأردني ونشكره مرة تانية بإسمه بأسرة هذا المسلسل بشكل كبير جدا الشكل المشاركة ليس هو المهم على قدمة وفكرة المشاركة أنا مهتم طبعا أكيد في حالة صناعة الدراما في البلد سواء من حالة النجاحات اللي بتصير أو التجربة اللي بتصير بهمني أنها كل ما تطورت وأنا مستفيد في الآخر حتى لو يمكن حاليا أنا شغلي معظمة في القاهرة إنما الحالة أنها تستمر في البلد فأنا مستفيد بشكل أو بآخر لما حسيت أنه في لحظة أنه مشاركتي تكون مفيدة لعمل بشكل أو بآخر مع كوكب النجوم الموجودة في العمل فطبعا ما ترددت يعني ما فكرت مرتين في الموضوع